موسيقى الاقتصاد المصري أخذ بالتحسن لكنه لم يتجاوز تداعية ثورة عام 2011 في البلاد والطرابات السنوات التالية فيما تستفيد مصر من حزمة إصلاحات جدية حسب وكالة موديز للتصنيف الاعتماني أحد أبرز المهمات على أجندة الإصلاحات هي الأعمال الصغيرة والمتوسطة شغلين تلوقتي على فنون خاص به المشروعات الصغيرة والمتوسطة ده واحد من القوانين الهامة جداً نمر واحد أنه بيدخل المتوسطة في نطاق عمل الجهاز وهو حالياً مش موجود الشق الأهم من كده أنه لازم بيحط حزمة حوافز للقطاع الغير الرسمي أنه يتحرك للقطاع الرسمي أجندة الإصلاحات الحكومية كانت أيضاً مصيريةً بنسبة لبرنامج الإقراض لدى صندوق النقد الدولي إذ حصلت مصر على 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات الأسام إيز بيعتبروا من أهم القطاعات التي نشتغل عليها لأن عندنا شباب كثير في مصر وبنسع لأن التنمية الاقتصادية يبقى في فرص عمل للشباب من خلال مشروعات سواء كانت حتى المتناهية الصغيرة أو المتوسطة قطاع سياحة هو قطاع رئيس في الاقتصاد المصري لم يتمكن من استعادة موقعه إلى مستوى ما قبل الأزمة بـ 14.7 مليون دولار في عام 2010 مصر تأمل بأن تغري السياحة بالعودة انطلاقاً من تدني صعر صرف العملة المحلية أجنه المصري